بسم الله الرحمن الرحيم وهو مهم جدا وهو تسلب الشرايين الترافية والإصابة بالانسدادات الشوريانية التي تؤدي إلى القرح الشوريانية أو الصعوبة في الماشي الآن الآثيس هو مرضاً ومعاً يشهد مرضاً ومعاً يشهد مرضاً يشهد مرضاً لكل عرض والأسفل يشهد مرضاً مكان معين قد يكون سريبرر أرترز مثل الاكسترا كرونيا الكاروتا ديستينوزيز مثل كوروني آرترز زي الأكيوت كوروني سندروم مثل دينال هايبرتونشن أو دي بريفرر أرترز مثل دي بريفرر أرتيري ديزيزيز احنا بيهمنا طبعا في جراحة الهوايات الدموية تشكيص المريض أذا جلوبل مريض كله إحدى واحدة لابد من أن أعمل صحة للمريض عشان أقدر أعالجه صاح إذا اشتكى منه وضع تدعى له سائر العضاء فلا بد من التشخيص الصحيح والتشخيص الدقيق في ذات الوقت إذا جاء المريض طبعا الشكوى الأساسية بيبقى الانترنتمت بيديكيشن أي الألم أثناء المشي والحركة نتيجة ضعف الدم اللي واصل للعضلات الطرفية وهذه الشكوى طبعا بيشترك فيها كثير من التخصصات وبتبقى لبعض التخصصات بحيث أن التشخيص ما يكونش صحيح وبناء عليه يكون العلاج صحيح المريض أولا بيشتكي لتخصص الأرثوبيديك اللي هو العظام أو الروماتولوجي اللي هما ده كثرة الروماتيزم والتأهيل أو حتى اللي هما ده كثرة الأعصاب على أساس أن هذا الألم الذي يقتل المريض أثناء المشي نتيجة ضغط على العصب أو نتيجة ألم في العظام ويبدأ أنه هو ياخد العلاج الخاص بالألم العصاب أو ألم العظام وده طبعا ما بيجيبش نتيجة مع المريض الفيط المستيك هنا أن يحصل تأخير في التشخيص إلى أن يحتوى استغير في لون الجلد ويصاب المريض بسواد في الجلد يؤدي في النهاية إلى البتر همشي هاجم نصر إلى هذه الدرجة لكي أن المريض يجب أن يأتي المريض في حالة البرسكولوزية ويسكيميا عشان كده بانصح الآخوة الزملاء اللي مشتاولوا في مجال الجراحة العامة او مجال العزام او مجال العصاب او مجال روماتيزم ان هما يشخصوا المريض وجرب ما يجيلك المريض بألم في رجليه او شكوى انه هو بيتعب اسناء المشي خاصة لو كان في ريسك فاكتورز في هلال مرضى زي مرضى السكر او مرضى التدخين او مرضى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم لازم يلفت نظري ان انا احس البالس او الديستر بالسيشن سبيشيلي اللور الرين بالسيشن الانتيري وانبط بسيوتيوب والعرض وانس ان انا حسيت البالس ابدأ اعالج اي حاجة تانية بعيدة عن الشرايين لكن لو ما حسيتش ان الشرايين لابد ان الجأ الى اعمل حاجة تشخاصلي ابسط حاجة انا اعمل نون انفيسف تكنيك زي الدوبليكس الترا ساوند وهيظهر في هذه الحالة نقص في الدورة الدموية وانخفاض نسبة الانكل بريكل اندكس في هذه الحالة هبعت المريض للتخصص الصحيح يبدأ ايما الانبستيجيشن المهم ان انا اشخص صح عشان اقدر اعالج صح طبعا مش هندخل في تفاصيل العلاج لان كل جزئية من المرض بتحتاج علاج بشكل معين لكن اللي عايز اقوله ان اي مريض بيشتكي من كلوديكنت بين او قلم اثناء المشي لابد ان انا استبعد تأثر الشرايين الترافية او موجود ضعف في الشرايين الترافية او قصور في الدورة الدموية الشريانية عشان اقدر اعالجه صح واقدر اصل الى التشخيص الصحيح اتمنى لكل الزمنة التوفيق في التشخيص وفي العلاج وانهم اقدروا يعملوا خدمة طبية صحيحة للمرض شكرا جزيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة